بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى والتي تجمعنا بضيفنا الكريم مع علي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك السلام عليكم مع علي الشيخ عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحييك تحية مباركة طيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاك ما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء من السيديوهات الرياض ومن السيديوهات جدة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا تعاوننا على إثراء هذا المنبر الدعوي المبارك إن شاء الله كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه والله المستعان جزاك الله خير وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 0501785536 معالي الشيخ على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستعراض بعض الأسئلة ثم نعود إليكم بعض الحجاج يكونون يوم التروية في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع ثم يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة فما الحكم وأيضا من الأسئلة هل يمكن حج التمتع في اليوم الثامن من ذي الحجة نعود إلى السؤال الأول معالي الشيخ بارك الله فيكم بعض الحجاج يكونون يوم التروية في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية ويبقون في الشقق إلى اليوم التاسع ثم يخرجون إلى عرفة ما الحكم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحمينا من الخلل والزلل إنه ولي ذلك هو القادر عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وجنبنا سبحانك ربنا لا علما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الواقع الإجابة على السؤال في أن الإخوة الحجاج يقضون من عمرتهم ثم بعد ذلك يمكذون في مكة إلى مجيء وقت الحج وأول وقت الحج يوم التروية ثم بعد ذلك اليوم التالي ليوم التربية هو يوم عرفة وهكذا تستمر أيام الحج إلى أن تتهي مناسكه ومشاعره فعلى كل حال فالحمد لله لا بأس أن يحرم الحاج من بيته أو من منا أو من مجدرفة أو من عرفة سواء أحرم من الحل أو من الحرم الحمد لله هذا فيما يتعلق بالحج وأما العمرة فمن كان قادما يعني آفاقيا قادما من خارج مكة فعليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام لأنه أتى إلى مكة ناويا النسك وأما إن كان في مكة وهو يريد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل أدنى الحل إما أن يذهب إلى التنعيم وهو ما يسمى في مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفي نفس الأمر له أن يحرم بالحج من بيته أو من منا أو من عرفة أو من مزدرفة لكن يجب أن يكون إحرامه على أقل يعني إما أن يوم التروية وإما أن يكون يوم عرفة فإذا أحرم بالحج من أي مكان فله ذلك بغلاف العمرة التي لا يجوز أن يحرم بها وهو في مكة إلا أن يخرج إلى الحل ويحرم بها من الحل وأما كونه يترك السنن الرواتب أو السنن المطلقة أو نحو ذلك أو تلاوة كتاب الله أو نحو ذلك فلا ينبغي له إلا أن يكون رضي لسانه رطما بذكر الله إما صلاة أو تلاوة قرآن أو تحميد وتكبير وتهليل ونحو ذلك فعلى كل حال فهو يجب عليه أن تكون صلته بربه صلة قائمة متواترة متتابعة هذا على كل حال يلزم ولا يكون ذلك واجبا عليه وإن ترك ذلك بل على كل حال يستحب له أن يكون قريبا من للرب من كل عمل صالح يقربه إليه والله أعلم نعم جزاك الله خير يا شيخ هل يمكن حج التمتع يا شيخ عبد الله في اليوم الثامن من ذي الحجة والله في الواقع اليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية نعم وهو اليوم الذي غالب حجاج بيت الله ممن كان مقيما في مكة أو قد أتى مكة قبل يوم التروية فعلى كل حال فهم يحرمون بالحج من يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن الذي يستحب للحجاج أن يكونوا فيه من ذلك اليوم ويستغفروا ربهم ويكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومما يقربهم إلى ربهم نعم ولو أحرم بالعمرة يوم التروية ثم قضى من مناسكها ثم بعد ذلك أحل من إحرامه بالعمرة مكة قليلاً أو كثيراً ثم بعد ذلك أعاد إحرامه بالحج فهذا كذلك يعتبر متمتعاً الله أعلم نعم بارك الله فيكم نستاذن مع عليكم ونستقبل اتصالين الاتصال الأول عواطف من حايل تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعافيك يا شيخ حبيت أسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق التحويل طيب شكراً لك يا أهلاً السؤال الثابة السؤال الثابة معنى اتصال ثانية يا شيخ نعم معنى يوسف من الباحة تفضل السلام عليكم عليكم السلام أنا بسأل أن أصدرت تصريح خج النظامي وعملت عمرة في زي القادة وحركت عنهيت العمرة وحركت من مكة ورحت ورجعت الباحة رجعت الباحة رجعت الباحة مكان إقامتي أي فهل أنا في حكم المتمتع ولا سقط التمتع وبعد كده أعمل حق مفرد طيب يبشر يا يوسف تفضل يا شيخ السؤال الأول ما حكم شراء الذهب عن طريق التحويل طيب شراء الذهب عن طريق التحويل أو عن طريق البطاقة نعم الاعتمالية هذا في الواقع للنفس الآن شراء الذهب عن هذا الطريق يعتبر يعتبر في حكم التقابض في مجلس العقد لأن الشراء بالبطاقة أو الشراء على كل حال طريق التحويل ونحو ذلك يعتبر على كل حال التقابض في مجلس العقد وبناء على هذا فلا يظهر في ذلك مانع لأن التقابض قد تم في الحال بمجرد الإيجاب والقبول في مجال المصارفة فلا بأس بذلك نعم بارك الله فيكم أيضا المتصل الآخر يوسف يقول أنه أصدرت له يعني تصريح حج وأنه اعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع إلى الباحة والآن سوف يعود إلى مكة المكرمة كيف يكون حجه؟ هل متمتع؟ نعم نعم أولا بعض أهل العلم قالوا إن التمتع يشترط له ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر ولا شك أن ما بين مكة وبين الباحة مساحة طويلة جدا نعم فمجموعة من أهل العلم قالوا إن هذا السفر يبطل التمتع فإذا أحرم بالحج من الميقات اعتبر محرما بالحج مفردا بالحج كذلك ولا يعتبر له تمتع ومجموعة من أهل العلم قالوا إن الإفراد بهذه الصفة يعتبر أفضل من التمتع لأنه أفرد العمرة بسفر مستقل وأفرد الحج بسفر مستقل وأما إذا لم يكن قد فعل ذلك وإنما أتى فالأفضل التمتع يحرم بعمرة ثم يقضي أعمال العمرة ثم ينتظر إلى وقت مجيء الحج فيحرم بالحج ويكون بذلك متمتعا ويلزمه إذا كان آفاقيا يلزمه دم التمتع يذبحه يوم العيد أو أي يوم من أيام التشريق الثلاثة والله أعلم نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ نتوقف الآن مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله إن شاء الله تعالى أهلاً وسهلاً بكم مجدداً ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع من الأسئلة في هذه الحلقة معالي الشيخ ما هي بعض الأعمال المستحبة في يوم التروية وكذلك أيضاً من الأسئلة في هذه الحلقة يقول السائل نسيت صلاة العشاء ولم أتذكر إلا في اليوم الثاني بعد الظهر ماذا أفعل؟ السؤال الأول ما هي بعض الأعمال المستحبة في يوم التروية يا شيخ؟ يوم التروية هو أول يوم من أيام الحج نعم فيستحب للحاج أن يذهبوا إلى ميناء اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة نعم ويمكنوا في هذا اليوم محرمين يكثرون من ذكر الله ومن التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد لك ويكثرون من الحمد والشكر والثنى والتهليل وتلاوة كتاب الله وأي قربة تقرب العبد الحاج إلى ربه فيستحب له ذلك وهو في ميناء يصلي الظهر قصرا ويصلي العصر قصرا ويصلي المغرب ويصلي العشى قصرا فإذا أصبح بعد ذلك توجه إلى عرفة مكثرا من التلبية ومن ذكر الله وحمده وشكره وتهليله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة نسيت صلاة العشاء ولم أتذكر إلا في اليوم الثاني بعد الظهر ماذا أفعل الحمد لله يجب عليه أن يصليها متى ذكرها لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا يصليها والحمد لله ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطانا وقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت نعم بارك الله فيكم متواصلين معكم ومع هذه الأسئلة لاتصلون أتباعا في العيد يقول السائل أقوم بدعوة الأقارب والجيران على وليمة وهي ذبيحة الأضحية ما حكم فعلي هذا الحمد لله فعله هذا والحمد لله من أحسن الأفعال لأنه يجمع بين الأخذ بعامل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى برعاية رحمه وأقاربه وعلكم لظهار الفرح بهذا اليوم الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أي يبلغ عباد الله بهذا اليوم وأنه الحج الأكبر وأنه عيد من أعياد المسلمين يظهر المسلمون فرحهم واستبشارهم بحمد الله وذكره وتتابع نعمه على عباده وأن الله سبحانه وتعالى من على عباده وعلى عبده القائم بذلك من عليهم بالإيمان بالله وإخلاص العبادة لله وهذا في الواقع على كل حال إن شاء الله تعالى خير مبارك وإن عمل ما وجه به صلى الله عليه وسلم في أن الأضحية يستحب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام قسم يأكله هو وأهله وأولاده والقسم الثاني يهديه على أقاربه وجيرانه والقسم الثالث يتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا كذلك من أفضل العمل في توجيع الأضحية الله أعلم نعم بارك الله في هذا السياق حفظكم الله ما التوجيه إلى من يذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بالتنظيف والله في الواقع هذا أحسن من حيث أنه تقرب إلى الله بالذبح وأساء من حيث أنه أبقى الأذى في طرق المسلمين وشوارعهم فيجب عليه كما أحسن إذا أحسن مع الله سبحانه وتعالى في التقرب إليه بالنسك يجب عليه أن يكمل إحسانه وأن يمنع شره عن إخوانه ولا شك أن الأذى الذي يجعله في الشوارع ونحو ذلك هذا في الواقع يؤثر من إحسانه ومما تقرب به إلى ربه فعليه أن يكمل فضل الله عليه بأن يخلص نسكه إلى ربه وأن لا يترتب على ذلك أذية لإخوانه المسلمين نعم بارك الله فيكم معنا اتصالينا الأول من جدة الأخت حنين تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبخير ونعمة يا شيخ سؤالي الوالد الله يحفظه راح عمره في نهاية شهر رجب ويعني ذهب للطواف للدور العلوي فانجرح في المسعد انجرحت رجله وهو مريض سكري أكمل الطواف أكمل الطواف ثم ذهب للمستوصف خاطر الجرح ولم يكمل العمره بمعنى أنه لم يشعى ولم يكمل الطواف أو أكمل الطواف لا أكمل الطواف وأحرم بالعمره وطاف طواف العمره ولم يسعى وهل قصر من رأسه أو لا؟ لا لم يقصر إذن طالما أنه لم يسعى ولم يقصر وقد مضى هذا الوقت الطويل فعليه دمان دم عن سعيه ودم عن عدم تقصيره عليه ذبيحتين يذبح ذبيحتين وعمرتها بعد ذلك صحيحة شكرا لك يا حنين دقيقة ذبيحتين لازم لفقراء الحرم أول ذبيحتين لفقراء الحرم نعم لفقراء الحرم تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة شكرا لك دكتور منعه من الصيام في رمضان يعني هل عليه شيء؟ يعني يقضي فقط لا أبدا طالما أن الدكتور منعه من الصيام فمنعه إياه هل هذا المنع بصفة دائمة حتى وفاته أو أنه منعه بس لسنة أو سنتين يعني مؤقت حتى يشفى وهناك ظن قوي حتى يبرى وهناك ظن بأنه سيشفى إذا كان هناك ظن بأنه سيشفى فيقضي ما أفطره في رمضان بعد شفائه إذا شفي وكان قادرا على الصوم فيجب عليه أن يقضي ما أفطره في رمضان وأما إن كان الدكتور يعلم بأن ماضه لا يرجى برؤه لا يظن بأنه سيشفى من هذا المرض فيجب عليه وهو يفطر أن يطعم عن كل يوم مسكين كيلو نصف يعطيها فقير من الفقراء عن كل يوم من الأيام التي يفطرها والله أعلم شكرا لك معنا عبدالعزيز من الطايف تفضل السلام عليكم جميعا عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا أخذت دورة تدريبية عن بعد واتفاجأت أنهم يتكلمون إنجليزي وأنا معرف إنجليزي أنا الشهادة جاهز أني أقدمها للإدارة التاركية وأغراض أخرى ما أفهمت يعني هل هل أنت يعني لم تقم بالتدريب الكامل الذي وكل إليك أو الذي كل يفتبه وشلون عطوك شهادة لا أنا حضرت الدورة واتفاجأت أنهم يتكلمون إنجليزي دورة تدريبية عن بعد ببعض الجوال اتفاجأت أنهم يتكلمون إنجليزي وأنا أربع أيام وأنا معرف إنجليزي وكملت طيب المفروض أقول المفروض المفروض أولاً أن لا تعطى شهادة لأنك في الواقع عليك في الحال ما كان التدريب أثر معك فكونك تعطى شهادة هذا نوع من الغش ومن التدليس إلى الجهة التي ندبتك فالمفروض فيك أن تقول والله على كل حال التدريب الذي كلفت به من قبلكم كان التدريب باللغة الإنجليزية وأنا ما أعرف لغة إنجليزية وبناء على هذا فعلى كل حال أنتم ممكن أنتم يا مرجعي تنظرون في أمري هل على كل حال يعني تعوضوني بتدريب عربي أو تعملون ما تعملون أما أنا فهذه الشهادة التي أعطيت إياها أنا لا أستحقها لأنني ما تدربت لأن التدريب كان باللغة الإنجليزية وأنا لا أعرف اللغة الإنجليزية تكون يا أخي صريحا مع مرجعك بواقعك الذي حصل والله أعلم نعم الشيخ بقي سؤال في هذه الحلقة من الأسلاح يقول السائل من أخذ من الشعر أو الأظافر وهو نوى أن يضحي ماذا يلزمه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهي من أراد أن يضحي إذا دخل عشر ذي الحجة أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظهاره حتى تذبح أو يذبح أضحيته أحسنتم بارك الله فيكم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله على ما قدمتم في هذه الحلقة وأنا كذلك أشكرك شكرا جزيلا على إدارتك هذه الحلقة وأسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه والله المشتعان جزاك الله خير أيها الإخوة والأخوات لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوة التي جمعتنا بضيفنا الكريم مع علي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل ونستوجعكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بهذه الأيام المباركة وأن يتقبل منا ومنكم الحجة والعمر هو أن يجعلها أيام خير وبركة على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيكم